ونسعد كثيرا مشاهدي الكرام أن نصل إلى هذه الحقبة من التاريخ التي ندافع فيها عن مجموعة من الأطقياء الأنقياء الأصفياء صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني بالأمس وصلنا إلى خلافة سيدنا علي رضي الله عنهم أولا أحييك وحيي مشاهدين الكرام والمشاهدات أنا أقول لم نبدأ مع علي رضي الله عنه وأرضاه علي رضي الله عنه إذا أردنا أن نتكلم عنه فإن الكلام عنه يطول رضي الله عنه وأرضاه نحن نتكلم عن علام المسلمين عن إمام في العلم إمام في الشجاعة إمام في الزهد إمام في التقوى إمام في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه نحن نتكلم عن رجل كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تربى في حجره ونشأ منذ نعومة أظفاره في بيته ثم أسلموه صبي ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة لساء العالمين نحن نتكلم عن رجل أو بالأحرى عن أسد من أسد الله تبارك وتعالى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يتحدث الإنسان عنه لا يدري من أي الجوانب يبدأ لكن لا بد أن نبدأ بإذن الله فلا بد أن نبدأ في ذكر ترجمة هذا الصحابي الجليل يعني علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد هؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر أثمان علي عضوا عليها بالنواجد ومعهم الحسن رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخلافة خلافة الراشدة بقوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة فجعلها خلافة نبوة فإذا كانت خلافة نبوة فهي خلافة راشدة علي أحد هؤلاء الخلفاء الأربعة علي مبشر بالجنة رضي الله عنه نبدأ بالترتيب كما يبدأ عادة أهل العلمي عندما يترجمون لأحدهم ألف ألف اسمه علي ابن أبي طالب وأبو طالب اسمه عبد مناف نعم ابن عبد المطالب وعبد المطالب اسمه شيبة الحمد نعم ابن هاشم وهاشم اسمه عمر ابن عبد مناف هذا اسمه علي رضي الله عنه ابن أبي طالب بن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطالب فهو ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم علي أسلم صغيرا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه كما ذكرت في أمس أن علي تربى في بيت النبي فعرض عليه النبي الإسلام نعم في ثاني يوم تقريبا عرض عليه الإسلام بعد أن أسلمه أسلمت خديجة عرض الإسلام على علي رضي الله وذلك أن علي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان كما ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته فقال ماذا تفعل يا محمد هو ابن عمه قال ماذا تفعل يا محمد قال أصلي قال ماذا تصلي قال إني رسول من عند الله أو إني نبي الله فإني أدعوك إلى أن تدخل في دين الله أن تدخل في الإسلام في الإسلام وتذر اللات والعزة والأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى وتؤمن بالله ورسوله فقال علي ما أنا بقاضي الأمر حتى أراجع أبا طالب حتى أراجع أبي فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لأن كانت الأمر دعوة سرية في البداية فقال له النبي انتظر إن لم تسلم فاكتم يعني لا تخبر أبا طالب فإن لم تسلم فاكتم أني فمضى علي رضي الله عنه ومن الغد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرض علي ما ذكرت فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك لتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتذر ما يعبد أباؤك من اللات والعزة وغيرها من الأصنام فقال علي فإني أشد هذه أمارات عقل نعم وهذا في صغره ذكر أنه في الثامنة وقيل في العاشرة من عمره رضي الله عنه أي الأمر إن كان المهم أنه قبل البلوغ أسلم علي بذلك يقال إن علي أول من أسلم من السبيان فآمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لإسلام علي رضي الله عنه وأرضه وظل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في طوال الفترة المكية لكن لم يكن له ظهور بارز لصغر سنه فقط طيب وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة إلى الثالث عشر من البعثة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلي هاجر أيضا وكان له من العمر إحدى وعشرون سنة هاجر بعد النبي هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وهذه قصة جميلة جدا حقيقة تظهر يعني مكانة علي رضي الله عنه وذلك أن النبي لما هاجر كان كفار مكة قد قرروا قتله قتل النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا أمرهم على أن يقتلوا النبي صلوات ربي وسلام ما هي تجتمعوا ثم رأوا أن يأخذوا من كل بيت من بيوثات قريش رجلا ثم يجتمع هؤلاء الرجال ثم يقومون بقتل محمد فلا تستطيع بن هاشم أن تطالب بقتل كل هؤلاء فيرضون بالدية فأوحى الله إلى نبيه أن هاجر جاء الأمر بالهجرة وكان قد هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إلى الحبشة ثم بعد ذلك جماعات إلى المدينة فأمر الله نبيه أن يهاجر فلما أراد أن يهاجر نادى عليا وقال له إني مهاجر إلى المدينة فابقى في فراشي كنوع من التعمية على كفار مكة حتى لا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد حاصروا بيت النبي يريدون قتله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه بأمر الله جل وعلا وخرج معه بكر وهاجر إلى المدينة وعلي النائم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهنا كان من الممكن أن يقتل علي رضي الله عنه ولذلك يقال أن علي أول فدائي صحيح في الإسلام لأنه كان يمكن أن يقتل لأن هؤلاء أصلاً يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم كيف قرروا أن يقتلوه هل يدخون عليه البيت يقتلونه هل ينتظرونه حتى يغرف يقتلونه المهم أنهم يريدون قتله فبيات علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها فدائية فلما أصبح علي رضي الله دخلوا البيت وإذا علي صدموا قالوا أين محمد قال لا أدري لا أدري أين محمد فلم يقتلوه كتب الله له أن لا يقتل رضي الله عنه وأرضاه ثم هاجر بعد النبي وكان النبي قد ترك عنده الأمانات وهذه مسألة عجيبة سبحان الله يعني عندما يفكر الإنسان يعني قريش بماذا كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل البعثة بعد البعثة ماذا كان يقوم عنه كذب ساحر مجنون مفتر شاعر وغيرها من الألفاظ التي كانوا يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم فعندما تفكروا في هذا الأمر تقول يعني هؤلاء يقولون عن هذا الرجل كذب مجنون ساحر كاهن مفتر كاهن شاعر ويضعون أماناتهم عنده من المجنون صحيح من المجنون كيف تقول عنه مجنون تضعون أماناتكم عنده كيف تقولون كذب تضعون أماناتكم عنده هذا دليل على أنهم لا يصدقون ما يقولون نعم وهذا أيضا يدل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قوله ولم يقل فخنهم مع أنه قال يخادعون الله وهو خادعهم قال ويسخرون من الذين سخر الله منهم وقال نوحي صلى الله عليه وسلم إن تسخروا منا فإن نسخر منكم ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا لكن لما جاءت قضية الخيانة لم يقل أبدا وإن يريدوا خيانتك فخنهم وإنما قال وإن يريدوا خيانتك وقد خانوا الله من قبل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك حتى لو خان فهنا تظهر أمانة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك عليا في مكة حتى يسلم الأمانات التي عنده لأهلها صحيح هذه أخلاق النبوة هذه أخلاق النبوة فبقي علي رضي الله عنه في المدينة في مكة عفوا وسلم الأمانات التي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها بعد أن انتهى من ذلك هاجر خلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم هذا عن هجرته نعم فماذا عن فضله فضل علي رضي الله عنه في تصوري يمكن تقسيمه إلى ثالث أقسام فضائل خاصة به فضائل له مع آل البيت إذ هو منهم نعم وفضائل له مع عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عامة المسلمين فهو نال الفضائل من أكثر من وجه رضي الله عنه وأرضاه علي من أشهر فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر وخيبر كانت على جزئين جزء استسلم وجزء حارب فالجزء الذي حارب حاصره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم وكان قال لو أعطينا الراية غدا غدا نعم فلما صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وكل يظهر رأسه يعني هذه رواية عمر أنه يعني يظهر نفسه نعم يقول ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم يقول عمر فكل صار يظهر نفسه لعلي أنا الذي أنال هذا الفضل فصار كل يظهر نفسه فلما صلى النبي الفجر التفت إلى أصحاب فقال أين علي أين علي فقال يشكو عينيه وكان قد أصابه الرمد في عينيه قال يشكو عينيه قال دعوه لي فجيء به يهاده يعني يمسكنا لا يرى من الرمد الذي أصاب عينيه فتفل النبي صلى الله من ريقه المبارك صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفيا كأنه ليس فيه شيء ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أغدو على بركة الله فقال علي لو قاتلنهم حتى يفتح الله لأنه قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو خير لك من حمر النعم فخرج علي رضي الله عنه وأرضاه فقاتل فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا لا شك إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة لهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه وهنا فائدة إن سمحت لي هذا الحديث من رواية أبي هريرة نعم وكثيرا ما يقوله من رافضة أن أبا هريرة لا يحب أهل البيت سبحان الله كيف لا يحب أهل البيت هو الذي روى هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه وأرضاه فهذا يدلك على أمر أن فضائل أهل البيت لا يرويها إلا أهل السنة وأنا من هذا المكان أتحدى الشيعة كلهم أن يخرجوا هذه الفضيلة بإسناد صحيح من كتبهم لعلي رضي الله بل ليست هذه كل فضاء العلي نعم كل فضاء العلي رضي الله أن يخرجوها من كتبهم بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن أهل السنة الذين نروي فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه فهذا أبا هريرة رضي الله يذكر هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه وأرضاه فهل يكره عليا فهل يكره عليا أبا هريرة هو الذي روى فضيلة الحسن نعم ابن علي رضي الله لما جاءه وقال له اكشف لي عن سرتك فقال له الحسن ولما قال اكشف لي عن سرتك فكشف له عن سرتك فقبلها لأنه يكره فقال لأن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان فأنا قبلت المكان الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون يكره نعم ثم يكره على كل حال فضائل علي رضي الله عنه كما قلنا يعني هناك فضائله الخاصة مازلنا في خيبر يعني تحدثتم عن خيبر نعم خيبر في فتحها فتح علي رضي الله عنه بعد فتح الله تبارك على المسلمين بقيالة علي رضي الله عنه وتم فتح خيبر يعني الروايات تصف لنا شجاعة سيدنا علي في فتح خيبر في فتح خيبر نعم يذكرون في شجاعة علي رضي الله عنه أنت قد جعلته في الشجاعة لا بس نذكره الآن طالما أنك طرحته ونذكره يذكرون أن قائد اليهود وهو مرحب اليهودي خرج في خيبر فكان يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا أقبلت الحروب تلهب ويخرج من عادتهم في ذلك الزمان أنه تبدأ المبارزة فيبدأ هذا يرتجز يرتجز حتى تكون المبارزة فارتجز هذا مرحب اليهود ليحمس فخرج إليه علي فقال علي رضي الله أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم مبصاع كيل السندرة فخرج إليه علي رضي الله عنه أرضه وقوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة ذكرنا أن أمه كان سمته أسد على أبيها فسمه أبو طالب علي فأوله اسمان أسد وعلي فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم مبصاع كيل السندرة فخرج إليه علي وتضارب ثم قتله علي رضي الله عنه وأرضاه من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي صيح مسلم أنه قال والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وذا خرج إليه ما مستفى صحيح هذا كلام علي كلام علي كلام النبي لعلي نعم قال والذي فلق الحب وبرأ النسمة لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وهذا أيضا دليل على فضل علي ولذلك يعني جاء الفضل أنه يحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون فمن أحب علي فهو المؤمن ومن كره علي فهو المنافق رضي الله عنه وأرضاه فحب علي علامة على الإيمان وبغض علي علامة على النفاق رضي الله عنه وأرضاه وكذلك جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما لما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك لحق به علي وكان نبي قد ترك علي في المدينة ما خرج معه تركه على أهل بيته المدينة وتكلم بعض الناس في علي فقالوا ما تركه النبي إلا استثقالا هلاء المنافقون يعني يتكلمون على أي شيء لا يؤلفون فهنا تكلموا على علي قال ما تركه محمد إلا استثقالا لا يريده لا يحبه فحزن علي رضي الله كيف يخرج النبي صلى الله إلى قتال ولا أكون معه وهو ما من قتال خرج فيه النبي إلا كان معه رضي الله عنه فحزن أن لم يخرج مع النبي في القتال فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا علي قال يا رسول تتركني مع النساء والصبية يعني ليس هذا مكاني أنا مكاني مع دين قتال قال تتركني مع النساء والصبية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي يعنى كما أن موسى لما خرج لمقات ربه استخلف أخاه هارون ولم يكن في هذا منقصه على موسى على هارون عليه الصلاة والسلام كذلك أنا إذا تركتك ليس في هذا منقصه لك بل أنت مني بمنزلة هارون من موسى يعني أنت حبيب إلي كما أن هارون حبيب إلى موسى وأنت قريب إلي يعني المقصود بهذا الحديث الاستخلاف كما استخلف موسى هارون استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وليس المقصود أنه نبي أو أنه وصي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم البعض أنه نبي لأن هارون كان نبيا صلى الله عليه وسلم فخشي النبي أن يفهم البعض أنه وقد يقع من هذا بعض الناس فقال إلا أنه لا نبي بعدي لست نبيا وإنما استخلفتك كما استخلف هارون موسى عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا يدل على فضل علي رضي الله عنه كذلك من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في غدير خم لما رجع من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم قد تكلم الناس في علي رضي الله عنه هنا حديثا متلازما الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن فخالد بن الوليد لما وصل إلى اليمن قاتل هناك وفتح الله عليه ثم أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في السنة العاشرة من الهجرة فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قد غنمنا فلو أرسلت إلينا من يخمس الغنيمة حتى يعزل نصيب بيت المال نصيب الخمس الذي هو من المعركة ويعطي الجنود الباقي فأرسل النبي علي رضي الله عنه وقال لعلي الموعد مكة لا ترجع إلى المدينة إذا انتهيت من اليمن اذهب مباشرة إلى مكة لنلتقي في مكة هناك للحج طبعا فخرج علي إلى اليمن والنبي في المدينة وخالد في اليمن فلما وصل علي إلى اليمن وإذا قد انتهت المعركة وغنموا المسلمون قد غنموا فقال علي رضي الله تعالى وفقسم الغنيمة خمسة أخماس أربعة أخماس الغنيمة تكل الجند الذين قاتلوا بقي الخمس الذي هو عشرون في المئة هذا الخمس عشرون في المئة هو كما قال الله تبارك وتعالى معلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولد القربة واليتام والمساكن وبن السبيل هذا خمس الخمس لا هذا الخمس الخمس هذا يقسم إلى خمسة أخماس نعم فهذا الخمس الذي هو عشرون بالمئة يكون كله لولي الأمر نعم يجعله على هذه الأقسام الخمسة لله والرسول الذي القربة لليتامة للمساكن لابن السبيل إذن هذه العشرون بالمئة سيأخذها علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن علي لن يذهب إلى المدينة علي سيذهب إلى مكة مباشرة نعم ما الذي حصل الذي حصل أن علي رضي الله عنه أخذ جارية من الخمس فدخل بها جامعها ثم اغتسل فلما رأاه خالد تضايق يعني خالد يقول يعني كأنه يقول أنت مجرد وكيل نعم تأتي تأخذ الخمس تذهب به إلى النبي لكن تتصرف تدخل على جارية من الخمس ليس من حقك لكن ما قال هذا لكن هذا لعله في نفسه وكذا بريدة فتكلم خالد وابو ريدة ابن الحصيب الرئيس ما فعل علي فعندها خرج بريدة من اليمن إلى المدينة قبل أن يخرج النبي إلى الحج فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا يعني أخذ امرأة أو جارية من الخمس فدخل بها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه شيئا فانتظر إما مدة من الزمن أو من الغد جاءه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الثالثة فقال يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا فقال علي مني وأنا من علي ولعله سأله أتبغض علي نعم قال فلا تبغض هذا يعني من الصالحين فالمهم بعد ذلك خرج علي ذلك أنه كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصيبه أكبر من هذا نعم إن له من الخمس أكثر من هذا أكثر من هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسنت ثم بعد ذلك خرج علي من اليمن إلى مكة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدية إلى مكة علي كذلك لما خرج من اليمن قال للذين معه لا تركبوا إبراسر أو لا تلبسوا بعض الثياب التي كانت من الغاز وأمر عليهم رجلا هذا الرجل لم يلتزم فأذن لهم بالركوب أو بلبس الثياب فلما أدركهم علي وكانوا قد سبقوا علي أمرهم أن يسبقوا فلما أدركهم علي وإذا قد ركبوا الإبل فغضب منهم علي وعنف أميرهم فتضايقوا إيه ما هذه الشدة فلما وصل علي إلى مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك جاءوا يشتكون فقال يا رسول أن علي كان شديدا وذكروا له القصة يعني عنف الذي أمره علينا وكذا فقال النبي قد علمت إنه قد أحسن ورد عليه النبي وبيّن ما كانت علي رضي الله عنه بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة في الطريق وصل إلى مكان يقال له غدير خم في الجحفة يبعد عن مكة قريبا من 250 كيلو ويبعد عن المدينة تقريبا من 160-170 كيلو يعني في الطريق إلى المدينة وهذا في اليوم الخامس من السفر السفرهم خرجوا من مكة في الثالث عشر من ذي الحجة كما هو معلوم يوم النفرة في اليوم الثالث يوم الودع الثالث عشر من ذي الحجة خرج النبي من مكة صلى الله عليه وسلم بعد أن وادع البيت وانطلق إلى المدينة في يوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد خمسة أيام من الرحلة وصل إلى هذا المكان اللي هو الجحفة وفيه غدير يقال له غدير خم فهناك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعليه مولاه هذا هو النص من كنت مولاه فعليه مولاه يعني انتبهوا يا من تكلمتم في علي سواء بريدة ومن معه عندما احتجوا على علي لما دخل على الجارية أو الذين احتجوا على علي رضي الله عنه لما نهاهم عن لبس الثياب أو ركوب الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فانتبهوا لا تتكلم عن هذا الرجل من كنت مولاه فعليه مولاه فعرف الناس منزلته علي من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لعلي رضي الله عنه فضائل مع آل البيت مع آل البيت له فضائل رضي الله عنه يعني من فضائله حديث زيد بن أرقم هو نفسه هذا الحديث الذي ذكرناه قليلا له حديث غدير خم عن زيد بن أرقم يقول خطبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خم فقال إني تاركم فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله أو إني تاركم فيهم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر فذكر كتاب الله وحظ عليه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي فقيل لي زيد من أهل بيته أو ليس نساؤه قبل قالوا من أهل بيته قال أهل بيته من حرم الصدقة وهم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر قالوا كل هؤلاء حرموا الصدقة قال نعم فعلي هنا داخل معه مع أهل البيت قال حيث صحيح مسلم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البيت هؤلاء يذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النسى بهم فقال أذكركم الله أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي وعلي منهم رضي الله عنه وارضاه وكذلك الحديث الآن حديث عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين هذا حديث الكساء حديث الكساء من طريق عائشة نعم من طريق عائشة التي يقولون إنها تكره عليا يكذبون والله يكذبون كما كذبوا على أبي هرير أنه يبغض عليا كذا كذبون على عشان تبغضوا آل البيت وإلا ما الذي يدفعه أن تروي هذا الحديث ما الذي يدفع أبا هرير أن يروي تلك الأحاديث في فضاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون والله يكذبون ليجدوا البغضاءة في قلوب الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله حسيبهم سبحانه وتعالى فعائشة تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل طيب فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الريجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذا أيضا في صحيح مسلم وأبو ذر رضي الله عنه كان يقسم بالله سبحانه وتعالى أن قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم قال أبو ذر والله إنها نزلت في علي وحمزة وعبيدة أبن الحارث لما قاتلوا شيبة بن ربيعة وعتبا بن ربيعة والوليد أبن عتبا هذه في معركة بدر في معركة بدر لما خرج كفار مكة والمسلمون وما كان المسلمون قد خرجوا لقتال كما هو معلوم لكن وقع القتال بمشيئة الله سبحانه وتعالى فكان في أول قتال تبدأ المبارزة فخرج من المشركين ثلاثة شيبة بن ربيعة عتبا بن ربيعة والوليد بن عتبا خرج هالأ الثلاثة قالوا من يبارزونه فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة ومعاذ معاذ ومعوذ ابن عفراء طيب خرج هالأ الثلاثة لهم فقالوا من أنتم قال أنا عبد الله بن رواحة أنا معاذ بن عفراء أنا معوذ بن عفراء قالوا أكفاء كرام ولكن نريد أبناء عمنا ما نريد نقاتل نقاتل قريشا أن نقاتل أبناء عمنا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي فقام علي وحمزة وعبيدة بن الحارث علي وحمزة أبناء عبد المطلب وعبيدة بن الحارث من أبناء نوفل من عبد المطلب يعني في النهاية نوفل بن عبد المناف فبالنها يكون أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم قموا فقام هؤلاء الثلاثة فتصاولوا فقتل علي الوليد بن عتبة وقتل حمزة شيبة أو عتبة الربيعة وتضارب عبيدة بن الحارث مع شيبة ثم بعد ذلك انقض عليه علي وحمزة فقتلوه فقتلت ثلاثة من قريش ثم توفي بعد ذلك عبيدة بن الحارث رضي الله تبارك وتعينه فيقول أبو ذر هذه الآية نزلت في هؤلاء فعلي هنا مشارك لهم في هذه الآية ثلاثة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا هؤلاء المشركين ثم هناك الفضائل العامة إذن قلنا فضائل خاصة به فضائل مشتركة مع البيت الآن فضائل مشتركة مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الآيات الواردة التي مر ذكرها في بداية هذه الحلقات التي أسأل الله نجعلها مباركة قول الله تبارك رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار عليهم منهم ومن رؤوسهم قول الله تبارك وتألي الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم عليهم منهم كذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من غير الضر والمجاهدون نفسه بإله بأموالهم وأنفسهم عليهم منهم لا يستوي منكم من قاتل من قبل الفتح وقاتل من أمفق من قبل الفتح وقاتل عليهم منهم رضي الله والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار عليهم منهم فعلي رضي الله شارك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ثم كذلك شارك الفضائل في فضائل مع الصحابة رضي الله عنهم كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حراء قال أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهد وكان على حراء في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وهذا أخرجه الإبا مسلم في صحيحه والنبي يقول ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فذكر هؤلاء المجموعة كذلك حديث سعيد بن زيد سعيد بن زيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة عشرة في الجنة ثم قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة علي في الجنة عثمان في الجنة طلحة في الجنة الزبير في الجنة أبو عبيدة في الجنة سعد في الجنة طلحة في الجنة قالوا فمن العاشر قال صاحبكم يعني نفسه سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه كذلك جاء في فضائله مع آل البيت أنا أنسيتها مع آل البيت جاءت في فضائله أنه لما جاء وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد المباهلة أو الله تبارك وتعالى أمر النبي أن يباهلهم قال الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فقالوا إذن نبتهل وافقوا والمباهلة هي الملعنة أن يلعن كل صاحبه ونفسه إن كان الحق معه أو الحق مع صاحبه فمن الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسن ليباهل فيه وهذا يدل شك على مكانة هؤلاء الناس عند النبي صلوات ربي وسلامه عليه بقي أن نعرف وهذه ميزة في علية رضي الله عنه لا يوجد على وجه الأرض أحد يقول جدي رسول الله إلا أن يكون من ظهر علي لا يوجد أبدا صحيح أنه ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم من صلبه ولكنه ابن ابنته يعني يرجع نسبه إلى فاطمة التي هي زوجة علي في النهاية هو من صلب علي ولذاك يذكر عن بعض الخلفاء العباسيين أنه جاء يفتخر على الناس لما جاء الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو كما يقول الناس عادة السلام عليك يا رسول الله إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الخليفة المهدي كان يريد أن يفتخر على الناس فلما جاء عند القبر قال السلام عليك يا ابن عم لأن الخليفة عباسي يرجع نسبه إلى العباس بن عبد المطلب والعباس عم النبي فهو من أبناء العباس إذن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا ابن عم فيذكرون أنه كان هناك موسى بن جعفر أو علي بن موسى أوظن موسى بن جعفر فلما سمعه يقول هذا الكلام أمام الناس كان يفتخر على الناس فجاء بجانبه عند القبر قال السلام عليك يا أبتي وموسى بن جعفر هو موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن فاطمة ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أيضا إذا ضربت أو ذكرتها بطريقة أخرى هو موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب فهو ابن علي وابن فاطمة الحسين رضي الله عنه لكن ما يستطيع أحدا يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا شرف لي علي صحيح رضي الله عنه لا ينتسب أحد اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذا الرجل رضي الله عنه أعني أولاده من فاطمة وإلا علي عنده أولاد كثر علي له من الأولاد ذكروا 39 ولد ذكور وإناث الذكور ذكروا 19 والإناث 20 طيب لكن من فاطمة أربعة الحسن والحسين وزينب ومكلثوم هؤلاء من فاطمة أما بقية أولاده فمن غيره فاطمة رضي الله عنها وعنه وعنهم أجمعين نعم طيب شيخي حينما تحدثتم عن أبي بكر رضي الله عنه نعم قلتم إنه كان متفردا في أمور نعم كان نسيجة وحدة نعم ثم لما تحدثتم عن عمر قلتم إنه كان متفردا في أبواب نعم لما تحدثتم عن عثمان قلتم إن له فضائل لا يشاركه فيها غيره نعم ثم نأتي إلى علي ولا شك أن علي رضي الله عنه له فضائل ومواقف ومناقب لا يشارك فيها صحيح صحيح يعني علي رضي الله عنه تميز بأمور نعم مما اشتهر به علي رضي الله عن قضية القضاء مما اشتهر به علي رضي الله عنه يعني البيل الخلفاء الراشدين كان شاعرا نعم اشتهر بالشجاعة رضي الله عنه وارضاه يعني ذكرنا قريبا في يوم الخيبر خيبر نعم لما خرج لمرحب اليهودي وقاتله وقتله نعم له موقف شبيه به مع عمر بن عبدهود عمر بن عبدهود ذكر أنه كان من فرسان العرب وفي يوم الخندق لما حفر المسلمون الخندق واحتموا به فكانت تصير مجاولات فخرج عمر بن عبدهود فقال من يبارز فقام إليه علي رضي الله عنه وتتكلم عن علي رضي الله في ذلك الوقت معركة الخندق سنة الرابعة تقريبا من الهجرة علي لما هاجر عمر 21 سنة يتكابل علي 25 سنة تقريبا عمره وذاك عمر بن عبدهود يعني صنديد من صنديد العرب نعم فلما جاءه علي رضي الله عنه قابله فقال يا عمر يذكر الناس عنك أنه ما خيرك أحد بين أمرين إلا اخترت أحدهما لا ترفضهما جميعا لا بد أن تختار أحد الأمرين فقال عمر صدقت نعم قال فإني أدعوك إلى الله ورسوله أدعوك للإسلام هذا الأمر الأول أسلم فقال له لا حاجة لي في ذلك يا هذا الأمر رفض الأول رفضناه الثاني لأنه لا بد أن يأخذ أحد الأمرين إما هذا وإما هذا قال أما هذا فلا الثاني قال تقاتلني أدعوك للنزال للقتال نظر عمر عمد ودول هذا شاب صغير نعم وهو كما ذكرت صنديد من صنديد العرب فقال له يا ابن أخي أرجع لا أريد أن أقتلك فأني لا أريد أن أقتلك لا أحب أن أقتلك أنت ولد صغيرك لا أحب أن أقتلك فقال له علي ولكني والله أحب أن أقتلك فلما قال له علي هذا الكلام حمية غضب ما هذا الكلام أنت تقول لهذا الكلام فغضب عمر عمد فنزل عن فرسه وضرب وجهها كان يقول انزل لي يل تريد أن تقاتلني انزل يعني يقال إنه نحر الفرس ما أدي لكن ضربها على وجهها فضرب الفرس على وجهها ثم نزل عنها وقال له علي أنزل قاتلني دعما تريد أن تحب تهرخ دمي أرنا ذلك وكان شاعرا هذا عمر عدود عمر عدود فقال أبياتب من الشعر يقول ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز ووقفت إذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز ولذلك ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز يعني المعارك إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغراز كلام جميل صراحة لكن هل كافر هذا صحيح نعم إذن قال هذا الكافر عمر بن عبدود ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز من يبارزني ووقفت إذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغراز ماذا قال له علي رضي الله عنه قال له علي لا تعجلن فقد أتاك يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة والصدق من جاء كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز فتصاول وتجاول فقتله علي رضي الله عنه وارضاه فعلي رضي الله عنه يعني كان من شجعان العرب ومن أفذاذ المسلمين حقيقة أسد من أسد الله جل وعلا فقتله علي رضي الله عنه وكان في هذا يعني رفع معنويات للمسلمين في تلك المعركة هذا بالنسبة ل مثال لشجاعة علي رضي الله عنه كذلك هناك مثال لشجاعته رضي الله عنه في خيبر لما ذكرنا علي رضي الله عنه مع هذا يعني يشوف الناس قوته جلده علي شاعر وله شعر الرائق رضي الله عنه وارضاه في أبيات لعلي بعضهم يعني يقول لم تثبت عن علي رضي الله عنه يعني بدليل لكن تذكر في الكتب يقول أن علي رضي الله دخل على فاطمة وإذا هي تستاك بيدها سواك لا الحريب ما يستكن ما يستكن الحريبا الآن فبيدها سواك رضي الله عنها فقال علي رضي الله عنه لما رأي السواك بيدها أو في فمها قال حضيت يا عود الأراك بثغرها سواك قال حضيت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز منه يا سواك وسواك ما غلبني أحد غزل نعم طبعا غزل تستحق فاطلة صحيح رضي الله عنها وكذلك من الأبيات التي تنسب لعلي رضي الله عنه أنه قال إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر رحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب توحيد توحيد يمن بها القريب المستجيب سبحانه وتعالى لا يدعو غير الله علي رضي الله لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى هذه أبيات علي رضي الله يعني توحيد خالص لله تبارك وتعالى إذ لا يدعى ولا يسأل إلا الله تبارك وتعالى كذلك يعني علي رضي الله عنه في القضاء قد تميز في القضاء وكان النبي قد أرسله اليمن قاضيا فقال يا رسول الله يعني كيف أقضي أنا سني صغير فكيف أقضي بينهم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد لسانه ويهدي قلبه وهذا عند أحمد بلسنان صحيح فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسددا وكان قاضيا في عهد عمر أيضا وكان قاضيا في عهد عثمان وقعت قصة لعلي غريبة جاء رجلان إلى مرأة في حي فأعطاها مالا أعطياها مالا ما أدري كم لكن مالا وقال لها هذا المال أحفظه عندك لأننا مسافران ولا تعطيه لأحد منا إلا أن يكون صاحبه معه لا تسلمي لأحدنا إلا أن تسلمي لكلينا فقالت طيب وحفظت المال لهم بعد مدة جاءها أحدهما قال لها تذكرين المال الذي أعطيناك قالت تعب أذكر المال قال أهو عندك قالت نعم عندي قال فيعطيني إياه قالت لا قلت ما لا تسلمي حتى نحضر جميعا ولا نعطيك إياه قال ولكن صاحبي قد مات يعني كيف أحضره مات رجل مات فعندها قالت ولكنك قلت لا تسلمي أنت يا صاحب ما أستطيع خافت أنه يكذب عليها فاستشفع عليها يقولون بجيرانها بأهلها كلموها صاحبي مات كذا 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 حتى رضيت فأسلمته المال بعد عام جاءها الثاني وإذا هم عصابة هذاني عصابة فجاءها الثاني فقالها أين المال قالت أيما قال الذي سلمناك أنا وصاحبي قال جاء صاحبك وقال إنك قد ميت قال تكذبين تكذبين ولكنك تريدين أخذ المال أنا ما مت أسلمين المال قالت قال صاحبك قال أشتكيكي فذهب واشتكها عند علي رضي الله عنه ففاطن علي رضي الله عنه أو غلب على ظنه أو أحس أن هذا يكذب وأن هذه المرأة مسكينة يعني صادقة فقال له أين صاحبك أين صاحبك قال صاحبي قد مات أيضا كما قال الأول قال ألست ما قلت ما لها لا تسلمنا حتى نجتمع قال ارجع فليس لك مال حتى تجتمع نعم ارجع حتى تستمع فأيضا يذكرون عن علي رضي الله عنه والحديث عن علي شيق رضي الله عنه أنه أيضا هناك يعني لص أخذ كيسا وضع فيه بعض الدنانير وألقاه في طريق الناس فرأه أحد فأخذه طيب فصار يسأل من وقع له مال فجاء هذا قال أنا أنا وقع لي مال الكيس لونه كذا شكله كذا قال نعم قال اسفضل فتح الكيس قال لا ناقص أنا وضعت فيه ستين دينار ما في إلا عشرين دينار مثلا أنا وضعت فيه ستين دينار قال هذا كيس وأنا عرفته وأنت أخذت منه أرعين فارتفع إلى علي رضي الله عنه وأيضا أحس علي هنا هو القضاء حدث نعم موهبة عند القاضي ليس مجرد فقط معرفة القوانين والأحكام والنصوص وكذا أيضا موهبة الفطنة فطنة عند القاضي يسمونها الفراسة نعم فلما جاء إلى علي شعر علي أن هذا يكذب وهذاك والثاني صادق فقال له علي ماذا تقول قال والله يا أمير ما وجدته إلا ولا فتحته أصلا ولا عددته المال الذي فيه وقال للثاني وأنت ماذا تقول قال والله يا أمير إن كان فيه ستون دينار فأخذها ولم يبقي إلا عشرين دينار قال كيسك فيه ستون قال نعم قال وأنت الكيس ما فتحته وجدت وهذا كم فيه قال فيه عشر قال إذهب فهو لك وليس هذا كيسك لعل كيسك أن تلقاه فهذا أيضا يدل على فطنة علي رضي الله عنه وأن هؤلاء المشاغبين يعني لم يجدوا سبيلا لم يجدوا سبيلا إلى أن يعني يخدعوا بقية الناس بقي أن نعرف من ألقاب علي رضي الله عنه أرضاه علي له ألقاب جميلة رضي الله عنه يقال له أبو الحسنين وهذه كنيته رضي الله عنه والحسنان هم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة ويقال له أيضا أبو السبطين نعم وهما نسبة إلى النبي سبط النبي والسبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الأبن نعم فيقال لهم سبط النبي فيقال لعلي أبو السبطين للحسن والحسين ويقال له أبو تراب وكان أبو تراب هذا أحب الألقاب إلى علي أحب الألقاب كان أحب الألقاب إلى علي كنت أظن هذا اللفظ يختلف عن ذلك لا لا أبو تراب هو أحب الألقاب لأن النبي هو الذي لقبه به كان يوما حصل بينه وبين فاطمة شيء ثم خرج فالنبي ذهب إلى بيت فاطمة وبيت علي فلما دخل البيت سأل عن فاطمة ووجده قال أين زوجك أين علي فقالت يعني غاضبني فخرج أين يذهب مدينة صغيرة المسجد فذهب النبي المسجد فإذا علي نائم وقد أصاب التراب جنبه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا التراب قم أبا التراب فكان علي بعد ذلك يحب هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه به فقال له يا أبا التراب نعم لكني يعني أتذكر حديثا ورد وربما يعني تغنى به وتردد كثيرا على ألسنة هؤلاء حينما يقولون إن معاوية رضي الله عنه قال لسعد رضي الله عنه ما لك لا تسب أبا تراب وكأنه أراد أن يسيئ إلى سيدنا علي إذا كان يريد الإساءة فلما يذكر أحب الأسماء إليه نعم يعني هذه شبهة هذه شبهة على معاوية رضي الله عنه أنه أمر بسبب علي على المنابر هذا كذب لم يأمر بسبب علي على المنابر أبدا لم يأمر بهذا وإنما قد يكون وقع من بعضهم ذلك نعم قد يكون وقع منها وقعت حرب بينهم قتل أهلوهم قتل آباؤهم أعني أهل الشام وكذا الأمر بالنسبة للعراق قتل آباؤهم قتل أهلوهم فالبغضاء أو الحقد أو الغضب وقع لأهل العراق ووقع كذلك لأهل الشام فالذي حصل أن معاوية رضي الله عنه سأل سعد بن أبي وقاص قال ما منعك أن تسب أباة رب نعم مع أن هذا الحديث أيضا فيه يعني كلام في في سنده نعم في سنده لكن ليس هذا مجال تفصيلي ذلك لكن الشاهد من هذا أنه في بعض ألفاظ الحديث معاوية أمره سعدا أمر سعدا فقال له ما منعك أن تسب أباة رب ولا يمكن أن يكون راوي سعد ويقول أمر سعدا فقال له ما منعك أنه راوي آخر وهنا الانقطاع في الإسناد الشاهد أن سعد بن أبي وقاص يعني هنا ليس ممن يداهن ويجامل وسعد مئة عشر مبشر في الجنة هو أول مرة ما سهم في سبيل الله تبارك وتعالى وهو لا يهمه يعني غضب معاوية أو غير معاوية رضي الله عنهم أجمعين الذي أتصور كما ذكر لي بعض أهل العلم أن معاويته أراد أن يبين فضل علي وقد يستغلب البعض من هذا لماذا؟ أهل الشام كانت تغلي قلوبهم من علي أو بعض أهل الشام بعد القتال الذي وقع في صفين تغلي قلوبهم فأراد معاويته أن يبين لأهل الشام مكانة علي رضي الله عن طريق سؤال سعد كأنه يقول اذكر لنا فضائل علي بين لهؤلاء ولم يقل معاوية هذه ومن معاوية أحد رواة حديث ألا ترضى أن تكون مني من جيدة هاروم من موسى أحد رواة هذا الحديث طيب فالمهم أنه قال ليسعب بن وقاص ما منعك أن تسوب أبا تراب يلا اذكر لنا وقال أبا تراب ولم يقل علي ولم يقل حتى أبا الحسن وإنما ناداه بأحب الألقاب إليه وهذا لا يفعله من يكره أخي شخصا لا يناديه بأحب الألقاب إليه مناداه بأحب الألقاب إليه سماه بأحب الألقاب إليه قال ما منعك أن تسب أبا تراب نعم وهذه قضية مهمة جدا أنه لقبه بهذا اللقب أنا أرجو أن نقف عنده هذه حقيقة ثم قال سعد ذلك أو أجاب سعد عن ذلك رضي الله عنه قال ما سأبتم منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مني من زيت هاروم من موسى ولما جاءت المباهلة أتى بهم ولما كان يوم خيبر قال له أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسول يحب الله ورسول ولذا لا يثبت أبدا عن معاوية أنه سب علي في يوم من الأيام يعني لا يمكن أبدا لا يعقل أن معاوية يأمر بسب علي وهو لا يسبه معاوية لأقل يكون هو قدوة صحيح يقول سبه عليا ويسبه نعم أما أن يقول سبه عليا وهو لا يثبت عنه ولا مر أنه سب علي ثم يأتي بهذا الحديث يقول ما منعك أن تسبب أترا ثم بعد ذلك نجد أن معاوية يذكر بعض فضائل علي ثم إذا أضفت إلى هذا الحديث المشهور أو القصة عفوا المشهورة أحد الرجال دخل على معاوية رضي الله عنه فتكلم رجل في علي فرد عليه معاوية يعني أسكته فاستغرب هذا الرجل قال كيف تسكته أنت مفروض تفرح دم تكلم على علي أنت وقع بينك وبين علي قتال كيف ترد عليه فرد عليه معاوية رضي الله عنه فهذا الرجل الذي يعني ارتاب من الذي رأى ذهب إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قد وقع أمره عجب قال هما ذاك قال تكلم فيك رجل عند معاوية فرد عليه معاوية قال عليهم العجب في ذلك إن أمر طبيعي قال ما ظننت أن معاوية يدافع عنك قال أما علمت لماذا فعل ذلك قال لا والله ما علم قال لأجل منافية ابن عمي أنا وهو جدون عبد مناف أنا ابن عبد مناف ومعاوية ابن عبد مناف لأجل منافية هذا ابن عمي لماذا لا يدافع عني دع عنك القتال الذي صار بيننا لكن هذا ابن عمي يقول هذا ابن عمي ولذلك ابن معاوية يزيد تزوج حفيدة أبي طالب بنت عم علي رضي الله عنه يزيد تزوج أم محمد بنت عبد الله بن جعفر ونبي طالب وكذلك حفيد يزيد تزوج حفيدة علي حفيد يزيد تزوج حفيدة علي مما يدلك أنه لم يكن هناك كان سبل علي لكن تقول لي أن بعض أهل الشام سبون نعم ومع بعض أهل العراق سبون معاوية وهذا أمر طبيعي جدا والناس إلى اليوم يسبون صحيح وهذا ليس معيار لكن نشاهد من هذا الذي نركض عليه بناء على سؤالك بارك الله فيك الله فيكم وهو لماذا لقبه بأبي التراب يعني أو معاوية قال أبي تراب قال على صيغة المده لا على صيغة الذنب وقالها ليبين فضل علي ليسكت أهل الشام الذين يتكلمون في علي لأنه لو تكلم معاوية قال لا تسب علي كذا يقول أنت قتل آباءنا كلنا قتلنا لأجل الدفاع عنك في وجه علي والآن أنت الذي تدافع عنه فأراد أن تأتي من غيره ولا تأتي منه نعم بارك الله فيكم شيخ وشكرا الله لكم إذن وصلنا إلى خلافة علي رضي الله عنه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى كونوا معنا أبا الحسنين والنور السنية شذا قلبي بحبك يا عليا أيا قمرا يشع تقن وهديا ويا أسد الجهاد الهاشمية ويا أسد الجهاد الهاشمية أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين حبيب الله والمختار يا من وعاد أرسل فدا شبلا صبيا ألست من افتدى خير البرايا ويوم الهجرة البطلا الوفي وتحت ظلال سيفك كم تهاوت رؤوس أشربات كفرا وغيا تدعت خيبرون برعب لما رأت كفة الشجاعة والحمية تدك حصونها حسنا فحسنا وتسقيها بكاسات المنية لك النسب الشريف وأبا الترابين فلا نسب سواك محمدية أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين وأنور السنية شدى قلبي بحبك يا علي أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين ومهرك في البرايا خير مهر له الصحب الكرام أتوا سويا وللشيخين لم تبخى البراين وتقضي عنهما بين الراعية ومن إكرامك الفاروق يغدو لآل البيت صهرا فاطميا وعن عثمان كم دافعت دوما وقمت بحقه سندا قويا هو الحب العظيم به ارتقيتم بأمتنا فأدركت الثرية فحبك يا شهيد الفجر دين ومن عاداك قد عاد النبي أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين وأنور السنية شدى قلبي بحبك يا عليا أيا قمر يشع تقن وهديا ويا أسد الجهاد الهاشمية ويا أسد الجهاد الهاشمية أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين أبا الحسنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من جديد وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وصلنا إلى بيعة أو خلافة سيدنا علي كيف كانت؟ نعم رضي الله عن علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكرنا بالأمس أنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا التفت الناس إلى الخلافة من الذي سيخلف المسلمين فذهبوا قيل إلى علي وإلى الزبير وإلى طلحة فكلهم يرفض ثم رجع الناس إلى علي رضي الله عنه فأيضا رفض وقال يعني بايعوا غيري فإني لكم مزيرا خير لكم مني أمير إن أكون لكم مزيرا خير لكم مني أمير قال لا والله لا نجدك إلا أنت فلما علم رضي الله عنه أنه ينبغي له أن يقبل هذا المنصب رضي الله هذا يدلنا أيضا على أن علي لم يكن يقاتل لأجل المنصب يعني لما أخذ الخلافة عثمان ما حزين علي بايع أو سعر وذلك هنا أيضا رفض ليسوا حريصين على الدنيا يتقاتلون أن يتكالبون على الدنيا بالعكس يعني عليه هنا رفض الخلافة عرضت عليه لوحدي رفضها طيب لماذا قابل إذا لما كان مع عثمان كان يرى أن الأمور صالحة وأنه يمكنه أن يقدم شيء للمسلمين رأى الآن الأمور غير متضحة غير واضحة وفوضى فقال أنا لا أدخل في هذا الأمر لكن بعد أن رأى أن الأمة بحاجة إليه رضي الله عنه قبل إذن ما قبل ليحصل وإنما قبل ليعطي رضي الله عنه وفعلا قبل الأمر رضي الله عنه ولكنه قال ولكني لا أبايع سر إن أنتم تبايعوني الآن بيني وبينكم لا أبايع إلا بالعلن غدا أخرج إلى المسجد أو الصلاة ندخل أخرج إلى المسجد ونبايع هناك إذن البيعة كانت باعة عامة عامة في المسجد خرج إلى المسجد ثم بايعه الناس الذين كانوا في المدينة أهل الحل والعقد وبايعوه تمت البيعة العيب هي باعة صحيحة تماما سنستكمل بإذن الله تعالى لكن معي على أيام من الأردن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم تفضل السلام عليكم تفضل يا أخي بعدما حولتنا الشيخ نعم معك تفضل فيني سيدي السلام عليكم أمشي عليك أوسام وعلى الشيخ عثمان الخميس حياتي الله مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بالنسبة للصحابة رضوان الله عنهم جميعا أبو بكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا بس أنا بدي أنبهك كل شغلة وحدة معلش مداخلتي يعني بالنسبة للجماعة اللي يتكلموا معاكم هذول اللي يشتموا يشتموا هذول والله مهم بالشيعة العرب نعم إنهم مهم شيعة عرب إلا إنهم هذول محابرات مجلوسية زك الله خير الله يبارس شكرا لك أخي الكريم معي أنور من البحرين السلام عليكم أنور السلام عليكم عاكم السلام الشيخ ارفعوا الصوت قليلا ارفعوا صوتك قليلا يا أنور طيب ابتعد عن التلفزيون يا أخ أنور وتحدث معنا من الهاتف فضل السلام عليكم اتفضل يا أنور السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ حياك الله يا مرحبا شونك شيخ من الله سنة خير أساك الله يعبوك العالم أحبك في الله أزاك الله أحبك الله بارك الله فيك أغرقك سؤالي كم عدد زوجات علي بن بيطالك رب الله عدد ذكرتهم بس طيب شكرا لك شيخي أخونا من الأردن يقول أن الشيعة العرب لا يسبون لكن أنا ما أفاجأ به أن المتصلين من العراق ولا يمكن أن يكون كلهم مخابرات أنا ضد تقسيم الناس إلى عرب وفرس هذه القوميات هذه لا يعرفها الإسلام الإسلام لا يعرف هذه القوميات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الدين بالثورية لناله رجاله من فارس هذه القومية تعرفها الإسلام صحيح قد يكون جنس العرب أفضل من غيرهم طيب كما ذكر ذلك شيخ سلام تيمية أو غيره لكن أكرمكم عند الله أتقاكم وأكفر الكفرة فرعون هذه الأمة من خلاصة العرب من العرب الخلص أبو جهل نعم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة وهو عربي صليبة وبعده أبو لهب وقال الله فيه تب تدائبي لهب وتب وما آذى النبي صلى الله عليه وسلم إلا العرب صلى الله عليه وسلم فقضية تقسيم الناس إلى عرب وفرس وأن الفرس هم الذين يسبون والعرب لا يسبون هذا الكلام غير صحيح هذه عقائد في قلوب الناس ليس لها علاقة بالجنسية ولا بالقومية ولا غيرها قد يكون الإنسان عربيا وهو من أخبث خلق الله وقد يكون عربيا وهو من أتقى عباد الله والعكس صحيح في غير العرب فالقضية أنا ضد أن تقسم إلى عرب وغير عرب أو ميات وغير ذلك هذا دين من قبله ارتفع بهذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ذر لبلال يابن السوداء قال عيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية وهو بلال رضي الله عنه حبشة صهيب الرومي لما هاجر قاله النبي ربيح البيع أبا يحيا ربيح البيع أبا يحيا كذلك صهيب أمره عمر أن يصلي بالناس في الفترة حتى يختاروا خليفة منهم فالقصد أنا ضد تقسم هذه التقسمات الإسلام أزال الحواجز نعم هذه الحاجة لا ينظر لها وجعل التقوى هي المعيز طيب معي حمد من الكويت السلام عليكم مرحبا حمد السلام عليكم وعليكم السلام يا مرحبا هلا كيف الحال يا شيخ أهلا بك تفضل حبيت أسلم على الشيخ عثمان الخميس مرحبا حياك الله شونك يا شيخ عثمان خير أساك خير والله أنا عنديك موحدة بس أقوف صراحة أنا أحبك لله معاك حمد الآز من الكويت طال عمر ننور الشاشة كلها والله يا أبو بارسة حبك الله حبك الله شكرا لك يا حمد هذا زين طال عمرك شكرا لك حمد قبله أنور سأل عن زوجات سيدنا علي كثيرا غير ملك اليمين هو استغرب من عدد الأولاد نعم دعم عدد أولاد علي تسعون وثلاثون ولد من ذكر وأنثى علي تزوج تقريبا سبع نسوة غير ملك اليمين نعم له له ملك يمين كثير نعم بارك الله فيكم شيخي طيب إذن البيعة كانت بيعة عامة لسيدنا علي نعم هل بيعه الصحابة كلهم أم أن هناك من لم يبايع لا تمت البيعة عامة لعلي رضي الله عنه هو الكلام ليس في هذا هو الكلام في أن البعض لم ينصر عليا في القتال كمحمد بن مسلمة عبد الله بن عمر سعب نبي وقاص فقال لم يبايعو الصحيح أنهم بايعوا لكن لم ينصروه في القتال نعم وإنما اعتزلوا رأوا أن الاعتزال هو الحق هو الصحيح أن يعتزل القتال لكن بايعوا عليا بيعت علي كانت عامة نعم لكن الذي لم يبايعه أهل الشام معاوية ومنعهم الذين لم يبايعوا وهم الذين امتنعوا من البيع حتى يقتص لعثمان لكن أهل المدينة كلهم بايعوا يعني لا يذكر أن أحد منها إنه امتنع عن بيعة علي لكن ذكر أن هناك من امتنع عن نصرة علي رضي الله عنه لأن البعض رأى أن ترك القتال هو الأسلم وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحروب التي وقعت كالجمل وصفين في ذكر من اعتزل القتال من هؤلاء طيب نأخذ التصال علي من السودان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضّل يا علي بارك الله وفيك وفيك السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبك الله حطى الله عمرك في طاعه إن شاء الله ومن قال ومن سمعت و الانسان لو بيقى صار معهم احد الشيعي في المنزل كيف يتعاملوا معه يعني طيب يحبوه يقاتلوا معاه يصلوا واراه حتى لو صلاوه هم بيقول انا ما رافضي لكن بيسب الصحابة هذا السؤال الاول واضح السؤال الثاني في الانسان لمن بتناغش انا شخصيا يعني بينسايل وبس ويعني مثلا يوم كامل ما 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 قدر انوم لو بتناغشنا مع هزول هل اه اتناغش ولا بي لانه وبين في من النقاش لشان ما اصوله ما 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 اغضب هل نقاش عاقيم هل نستنب في النقاش العاقيم ولا لا طيب طيب السؤال الثالث في ان احنا صغار تمامي تحديث بانه علي رضي الله عنكم انه سيفه نزل من الجنة هل هذا صحيح ولا لا اينا طيب شكرا لك علي شكرا جزيلا طيب نجيب باذن الله تعالى على هذه الاسئلة شيخي المساكنة مع نعم يعني اذا كان انسان يعني له قريب شيعي او زوجة شيعية او اب او ام او صديق او اللي كن نعم يعني ينظر في حاله هل تشيعه يخرجه من الملة او لا يخرجه من الملة فان كان يقول بتحريف القرآن ويدعو غير الله ويكفر أصحاب النبي ويتهم عائشة في عرضها ويدعي ان الامة يعلمون الغيب ويتصرفونها في الكون وبيدهم الجنة والنار فهذا لا يساكن ولا يآكل ولا يجلس معه هذا مرتد هذا كافر اما اذا كان هذا الشيعي ليس عنده هذه الاشياء موحد لله تبارك وتعالى لكنه يرى ان عليا اولى بالخلافة ولو كان يقع منه بعض السبي لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فاسق وليس بكافر وانما يكفر اذا اتى بالشركيات المكفرة ولكن ايضا لا يسمح له بالسب لا نمكنه من السب لا نقبل منه ان يسب ولا نجس معه اذا كان يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما الصلاة فلا تجوز صلاة خلف الشيء ابدا بغض النظر يكفينا انه لا يغسل رجليه اذا كان عنده خلل عقدي فهذا انتهى امره هذا كافر لا يصلى خلفه اصلا لانه هو صلاته باطلة اما اذا كان ليس عنده شيء من ذلك وانما يحب علي اكثر من غيره من الصحابة قد يقع في قلبي شيء من البغضاء لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجهروا بذلك لكن يتوضع وضوءهم يمسح على قدمي فهذا صلاته باطلة فلا يجوز لانه صلي خلف رجل اعتقد ان صلاته باطلة فلا تجوز صلاة خلفهم باي حال من الاحوال طيب نأخذ التصلاة بالحكيم من الاردن حتى غسل رجلين عندهم لا يجوز الا على سبيل التقية لذلك هل تجوز صلاة خلفهم ابدا نعم نأخذ التصلاة بالحكيم من الاردن ثم نستكمل اجابة اسئلة علي باذن الله تعالى عبد الحكيم السلام عليكم السلام عليكم الله يفكر اهنا بك يا اخي تفضل على حي انا اولا قصة لأشكرك انت وأشكرك قناة وصالف الشيخ اطلاع خليني تصراحة طريقة تقديم برنامج رائع جدا طريقة فيها لغة المنطق وقامة حجة كل من العارف مقتل ثاني اللي بتمنها من الشيخ او بتمنها من قناة البرنامج رائع وخليني نقول زاني كتير المعلومات فيريت انه يتم اعادة عرض الحلقات بشكل اكبر بشكل انه احنا نتمكن علي زي ما شاف يتمكن نشوفها مرة ومسيحهم ثلاثة واربعة وخمسة وستة ابشر ان شاء الله نعرض الامر على الادارة برك الله فيك شكرا لك عبد الحكيم علي سأل قال النقاش العقيم هل يستمر فيه؟ والله انا لا انصح ابدا بالدخول بنقاش عقيم في اي موضوع حتى في التجارة حتى في الكيميا حتى في الفيزياء يا اخي النقاش العقيم يعني يتعب النفس وقد يقع من الانسان يعني خطأ في حق غيره وكذا تجد ان النقاش فيه منفعة ناقش لا تجد فيه منفعة اغلق الباب اشتغل صلك ركعتين نعم اقرأ شيء من القرآن زور والدتك والدتك والدك اخرج من الشارع تمشى راجع شيئا من حفظك لا تناقش نقاشا عقيما فاي انسان تناقشه ولا تجد انه حريص على الحق لا تتعب نفسك معه انا زعيم ببيت في ربض الجنة نعم لمن ترك الجداء ولو كان صادق نعم فلذلك انا اتصور النقاش العقيم يترك ولا يلتفت اليه ابدا طيب حقيقة ان سيف سيدنا علي قد نزل من الجنة كما يقول البعض يعني شوف نحن نحب علي رضي الله وتبارك وتالعين وعندنا في الكويت نقول نشرق باسمه يعني ان سمعنا اسمه رضي الله نحبه نعم لكن ايضا لا نغالي فيه علي شجاع واسد من اسد الله لكن هناك من السيوف من قتل اكثر من علي رضي الله عنه البراء بمال قتل مئة فارس مبارزة نعم غير الذين شارك في قتلهم خادم وليد قاتل اكثر من علي رضي الله عنهم اجمعين علي شارك في القتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن النبي الفتوحات في اهد عمر فتوحات في اهد عثمان فتوحات في اهد ايو بكر علي كان ملازما للمدينة نعم في القيادة رضي الله عنه لكن لما جاءت الخلافة لعلي وقع له ثلاث معارك اللي هي معركة الجمل وصفين و النهروان نعم رضي الله عنه وارضاه فلم يقاتل علي كما قاتل مثلا خالد من وليد خالد من يقول والله ما من شبر في جسر إلا فيه وضربة بسيف وطعنة برمحة ورمية بسهم فلا نبال يعني نحب علي وعلي رضي الله عنه من شجعان المسلمين بل من مقدميهم رضي الله عنه لكن هذا الغلو سيفه نزل من السماء طيب وغير ذلك آه كلام بايخ ما لا قيمها غير صحيح أبدا سيف علي كسيف غيره ما نزل سيف محمد من السماء حتى نزل سيف علي من السماء صلاة ربه وسلامه على محمد رضي الله عن علي فهذا كلام غير صحيح أبدا بل سيفه كسيف غيره من الناس من الحدد طيب شيخي وكأنك تدفعني دفعا بعد هذا الكلام للحديث عن مكانة سيدنا علي عند أهل السنة خاصة أن هناك من يسيء فهم هذه القضية على الأطلاق شوف عوف بن أبي جميلة يقول كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة يعني الحسن البصري كان في المدينة يوم مقتل عثمان طيب فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يقال له ابن جوشن الغطفاني يقول للحسن البصري يا أبا الحسن إنما زري بأبي موسى اتباعه علي أبو موسى الأشعري يقول يعني الناس تكلموا على أبي موسى لأنه اتباع علي فغضب الحسن البصري يقول حتى تبين الغضب يعني في وجهه فقال فمن يتبع فمن يتبع من يتبع يقول قتل أمير المؤمنين شهيدا فبايع الناس خيرهم وهو علي رضي الله فمن يتبع فمن يتبع وهذا يبين يعني مكانة علي رضي الله عنه عند أهلي السنة هذا كلام هنا عن شيخ سامتيمية يقول المنصوص عند أحمد بن حنبل تبديع من لا يعترف بخلافة عليك خليفة الراشد الرابع بل قال أحمد من لم يقل إن علي رضي الله عنه خليفة الرابع فهو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه نعم فقضية أن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين هذه مسألة إجماع بين أهل السنة لم يخالف من أهل السنة أحد في تقديم علي رضي الله لكن الذي يحدث ماذا وهذا سمعته بأذن وأنا أقولها بصراحة نحن الآن في قناة كذا التلزيون قولها بصراحة جاءني أحدهم مرة يذكر لي موقفا وقع له نعم يقول مرة كنا هم شباب يعني فيقول صار نقاش شيعة وسنة نقول يقول فتكلمنا فقام شيء وسب عمر فقمت أنا سبيت علي قلت نعم سبيت علي ليش قال سب عمر قلت قبحك الله طيب هو سب عمر انت سب علي يعني لو جاء نصران يسبب محمد سب عيسى أسوال سام هذا كان باطل فبعض الجهلة حقيقة يعني تكون عندهم ردة فعل يريد إغاظة نعم هذا المقابل فلم يأتي هذا الرافضي ويسب عمر أو عثمان طيب فهذا يريد أن يغيض الرافضي فيسب علي فصار ناصبيا سبحان الله نعم نعم وأهل السنة وسط بين الرافضة والناصبة فنحن نبرأ من الرافضة الذين يسبون أو يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبرأ من الناصبة الذين يسبون أو يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة وسط في هذه القضية نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ونحب عليا وفاطمة والحسن والحسين ما عندنا فرق صحيح كل هؤلاء نحبهم نجمع هؤلاء وهؤلاء لا نفرق بينهم ولكن يأبى الرافضة إلا أن يسبوا أصحاب النبي ويأبى النواصب إلا أن يسبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبرأ من أولئك ونبرأ من هؤلاء نعم جميعا إذن موقف أهل السنة واضح جدا في هذه القضية جدا لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يساء إلى علي أو إلى فاطمة ردي الله عنهما أو إلى الحسن أو الحسين لا شك الإمام أحمد يقول من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله قال وأمر بهجرانه نعم إلى هذه الدرجة وهذا إمام أهل السنة وهذا لا نقوله تقية فلا تقية عندنا لا 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 تقية ولماذا نتقي وممن نتقي ممن نتقي ولماذا نتقي وليست هذه عادتنا ولا هذا ديننا نعم يعني فالقصد أن هذه عقيدتنا وكتبنا مليئة بذلك يعني نحن عندما نقول لهم أنتم تتقون لأنهم يقولون شيئا يخالفوا الذي في كتبهم صحيح نحن الذي نقوله هو الموجود في كتبنا هذا هو لن يجدوا في كتب أهل السنة إلا هذا ونحن ننقل من كتب علمائنا نحن ننقل كلام علمائنا علماء أهل السنة هم الذين يفضلون أهل البيت ويمدحونهم ويثنون عليهم ويفضلون أصحاب النبي ويمدحونهم ويثنون عليهم بل لا تجد أكاد أجزم أنك لا تجد كتابا في العقيدة إلا وفيه باب فضل أصحاب النبي فضل أهل البيت في كتب العقيدة يعني وأشرت مبارك الله فيكم في بداية هذه الحلقة إلى مناقب سيدنا علي على لسان أبي هريرة نعم أو مناقب سيدنا علي وآل البيت على لسان السيدة عائشة لا مناقب آل البيت على لسان أبي هريرة وعلى لسان ابن عمر وعلى لسان أنس ابن مالك بل والله الذي لا إله إلاه كما قلت لك في بداية حديثي وأكررها الآن وأقولها دائما ما أحيان الله تبارك وتعالى والله إنهم يعجزون أن يأتوا بفضائل علي وآل البيت إلا من كتب أهل السنة أنا أقولها الآن أمامك الآن أنا أقول لهم أحضروا لي هذا الآن نحن جالسون إلى ما شاء الله تبارك وتعالى أحضروا لي حديثا واحدا لا أريد أكثر أنا الآن أحضر لكم أحاديث في الصحيحين في البخاري في مسلم عند الترمذ عند أحمد بأسانين صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي في فضل حسن في فضل حسين في فضل فاطمة في فضل آل البيت طيب نعم وأتحداكم أن تأتوا بحديث واحد من كتبكم وعلى شروطكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي ما نجد أكثر من ذلك يا الآن نريد منهم حديثا واحدا نعم نريد حديث آية نريد آية من قرآنهم المزعوم هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا نقله جمعه أبو بكر كما مر بنا ثم جمعه عثمان هذا الذي يدع علماء شيء عنه محرف ايتون في القرآن المحرف الصحيح الذي عند المهدي تدعون أنا أقول الآن لا نريد شيئا كثيرا أنتم تقولون أن تحبون آل البيت قلنا هل زوجوكم هل تزوجوا منكم تقولون أن تحبون آل البيت هل رويتم فضيلة واحدا لآل البيت فضيلة واحدة بإسناد صحيح أما تقول لي بأسانيد مكذوبة أوه حدثوا لاحاروا وجعلهم آلهة ليس فضائل آلهة وأربابا من دون الله تبارك وتعالى لكن نحن نتكلم عن فضائل صحيحة بأسانيد صحيحة على شروطهم كما في كتبهم وليس على شروطنا حديث واحد لا أريد أكثر حديثا واحدا في فضل علي شفت الحديث يستدل بهذا الشيء يقول على إمامة علي مثل ماذا حديث الغدير نعم حديث المباهلة حديث الكساء حديث المنزلة حديث أنت مني ومنزلة هاروم هذا المنزل عفوا حديث من كنت من في عمار علي مني وأنا من علي أي حديث زين سيدة نساء أهل الجنة فاضل سيدة نساء أهل الجنة فاضل بضعتم مني يريبني مهرابها الحسن الحسين سيدة شاب أهل الجنة أهل الجنة حسين مني وأنا من حسين اللهم أني أحبهما فأحبهما هما رحانتين من الدنيا جميع هذه الأحاديث أبي واحد يذكره الشيع بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدهم على شرطهم لا يأتون لأحاديثنا لا يقوم في البخاري أبي في الكافي أبي في فقه من لا يحضر الفقه أبي في التهذيب في الوسائل في مستدرك الوسائل في البحار في الوافي من كتبهم إيتون أنتم مو عندكم كتب مو عندكم علم مو عندكم علماء يتوني بحديث واحد فضائل ما نريد أكثر نمهلكم إلى ما شاء الله وبعد غد بإذن الله تعالى حلقة لإمه فتوحة من الممكن أن تتواصلوا معنا نعم أنا مهلكم من الآن مهلكم سبع سنوات بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم انتهى وقتنا وفي الغد بإذن الله تعالى نستكمل معكم اللقاء شكر الله لكم وبرك الله فيكم والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمة وضع شكرا لكم